الدولة بتشتغل على كل المبادرات وأي اقتراح ممكن أنه يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة المزارعين اللي ممكن يكونوا تأثروا في أزمة كورونا زيهم طبعا زي باقي القطاعات عشان كده الحكومة وفقت على أنها تخفف الغرامات المفروضة على المزارعين المخالفين لقرار زراعة الأرز لكن بشرط أن يكون فيه التزام في السدد تعمل الدولة على تخفيف الأعباء عن المزارعين من خلال مبادرات تستهدف حل المشكلات التي تواجههم وكان آخرها موافقة الحكومة على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز وذلك للمزارعين الملتزمين الذين يقومون بسدد الغرامات المفتحقة عليهم وقد وصلت إجمال قيمة المخالفات التي لم يتم تحصلها على المزارعين المخالفين لمساحات الأرز 3.570 مليار جنيه منذ عام 2013 وحتى الآن كما أن عدد المحاضر التي تم تحريرها بلغ مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف محضرا وسوف يتم تخفيض الغرامة المقررة وفقا للقرار بالنسبة 60% من قيمتها في حالة استداد حتى 30 يونيو عام 2021 كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة استداد خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021 بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% في حالة استدادها خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 تلك الاستجابة جاءت من منطلق تخفيف العبء على كاهل الفلاح لا تعني أبدا الاستمرار في المخالفات فعلى المزارع أن يستجيب هو الآخر لقرارات الدولة المتعلقة بزراعة الأرز لأنها تصدر في إطار سياسة عامة للحفاظ على الموارد المائية طبعا جانب آخر من دعم الدولة للمزارع والفلاح وكنا في بداية الحلقة بنقول أنه تم إعفاء 320 ألف مزارع من الديون اللي عليهم ده طبعا يعني فيه مهلة للسداد على الرغم أنه مخالف لقرارات الدولة بزراعة الرزو احنا عارفين طبعا زراعة الرزو زراعة مكلفة جدا وبتستهلك مياه كتير جدا فبالتالي الدولة حددت مساحات معينة هلية يتم زراعتها بالأرز ومع ذلك فيه برضو تسهيلات في السداد وفيه تخفيضات كمان لو التزموا في السداد الموارد والإعفاء تقريبا كانت 660 مليون جنيه مئة عن الفلاحين طبعا لأنه كانت ظروف كورونا صعبة على الكل لكن كمان للتزام مهم جدا والنهاردة بنشوف دعم الدولة لكل الأنشطة الزراعية وده طبعا في الآخر يصب في صالح الأمن الغدائي المصري